أكل الجراد تسعون يوما هو وجنوده رفضا أن يسلم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ملحمة رائعة قل نظيرها في التاريخ ملحمة إنسانية رسمت فيها أسمى العواطف الإنسانية لوحة رائعة ستبقى خالدة على مر التاريخ ولن يطويها النسيان ملحمة عسكرية تحدت أصعب الظروف وأقصى الشروط بطل هذه الملحمة هو القائد العثماني فخر الدين باشا لن أسلم مكانا مدفون فيه النبي لكافر لا وضوء له هذه جملته الشهيرة نمر الصحراء أو النمر التركي بداية القصة لما هزمت الدولة العثمانية في حربها ضد الإنجليز وانسحبت كل القوات العثمانية من الشام والحجاز لم يتبق إلا فخر الدين باشا في المدينة المنورة مع جنوده رفضا الاستسلام وتسليم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوات الخيانة العربية التي كانت تحت قيادة الإنجليز فيما يسمى بالثورة العربية وما هي بثورة ولا عربية ولكنها الخديعة الخديعة التي أوجدها الإنجليز لمحاربة الدولة العثمانية كتبت جنرال وينجيت المندوب السامي البريطاني على مصر كتب رسالة تهديد للنمر فخر الدين باشا قال فيها إن المسلمين العثمانيين قد هزموا وإن الشام قد احتلت وإن الدماء التي ستسيل من الآن ستقع عليك شخصيا يا فخر الدين إن لم تستسلم وتسلم المدينة أما عن رد نمر الصحراء الذي قال فيه إلى وينجت بمصر أنا محمدي أنا عثماني أنا جندي أنا ابن بالي بك ويقصد أنه لا يهدد وجاهز للقتال والدفاع عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الموت كان آخر أمير عثماني على المدينة ورفض تسليمها بعد الحرب العالمية الأولى وظل يقاوم سبعة أشهر دون مدد أو معونة رحمه الله استمر فخر الدين باشا بقواته في الدفاع عن المدينة المنورة حتى قل الطعام والدواء والذخيرة الحربية قلى بشكل كبير تعذر معه الاستمرار في الدفاع فاضطر للاستسلام ومع ذلك رفض الخروج من المدينة مقررا البقاء بجوار ضريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هزم بعد عدة معارك مع الإنجليز وتوفي في المدينة المنورة رحمه الله اشتركوا في القناة